استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم وفدا من البرلمان العربي برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وذلك بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس كما حضر اللقاء سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير برئيس وأعضاء البرلمان العربي مؤكدا أن التضامن العربي يمثل حائط صد أمام كافة المخططات التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودولنا الخلاجية والعربية وأشار معالي إلى أننا بتكاتفنا وبتعاون الأشقاء معنا مضونا وبكل قوة في التصدي للأعمال الإرهابية وكل ما يهدد أرواح المواطنين والمقيمين ويمثل إخلالا بالأمن والنظام العام والسلم الأهلي مشيدا بتضحيات رجال الأمن ودورهم المشهود في سبيل حفظ أمن الوطن وثمن معالي الوزير الجهود البناءة التي يبذلها البرلمان العربي في اتجاه تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك مؤكدا على دوره المهم في التعامل مع الهموم والآمان المشتركة معربا عن أمله في أن تحقق تشريعات البرلمان ما يتطلع إليه العالم العربي على امتداده من جهته أكد معالي الدكتور بشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا في المحافظة على أمنها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها ضد مشاريع التخريب ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها مشددا على رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك نحن هنا لتثمين ما تقوم به وزارة الداخلية وأفراد وزارة الداخلية من جهود أمنية للمحافظة على أمن وسلامة البحرين نحن في البرلمان العربي نؤكد تضامنا ووقوفنا مع دولة البحرين في أمنها واستقلالها وسيادتها والمحافظة على وحدة أرضها وشعبها هناك للأسف جماعات وتنظيمات إرهابية اليوم تحاول أن تفتت هذه الوحدة الوطنية التي نراها اليوم والتلاحم الكبير الذي نراه اليوم بين ملك البحرين والشعب البحريني للأسف هذه التنظيمات الجماعية الإرهابية هي مدعومة من دول إقليمية ونريد أن نسمي الأمور مسمياتها ونقول هي مدعومة من النظام الإيراني الذي يهدد ليس فقط أمن وسيادة ووحدة شعب البحرين ودولة البحرين وإنما العالم العربي لكن الحمد لله بجهود معالي الشيخ وزير الداخلية وأبطال وزارة الداخلية الذين يتصدون لكل هذه الهجمات الإرهابية ويعالجونها في موطنها وأنا أشكر وأثمن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود متميزة للحفاظ على أمن البحرين وعلى وحدة المجتمع البحريني نحن في البرلمان العربي أؤكد تضامننا ووقوفنا التام والكامل مع دولة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ونثمن التضحيات الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها وزارة الداخلية من جهود الحفاظ على أمن ووحدة الشعب ومملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر